السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الثانوية العامة أهلا بكم يا أبطال أهلا بكم يا دكترة على قناة أستاذ صابر بيبرس في مادة اللغة العربية إن شاء الله النهاردة هنشرح درس من دروس البلاغة وهو درس الكناية والكناية أحد دروس علم البيان أحد دروس علم البيان اللي خدنا فيه تشبيه والاستعارة والنهاردة بنشرح الكناية بول الكناية لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي يعني إيه؟ يعني مثلا لو خدت مثال كده قبل ما نشوف الأمثال اللي مكتوبة أنا قلت محمد بيته مفتوح للناس أنا في معنى ملازم ده اللفظ اللي أطلق محمد بيته مفتوح للناس ده اللفظ اللي أطلق لكن أنا مش عايز اللفظ اللي أطلق أنا عايز المعنى الملازم إيه المعنى الملازم؟ المعنى الملازم أن محمد إنسان كريم فهو موصوف بصفة الإيه؟ صفة القرم فالمعنى الملازم صفة الإيه القرم التي تنسب إلى محمد ماشي طيب ولي مع جواز إرادة المعنى الأصلي يعني ممكن أقولي أنا أقصد أن محمد بيته مفتوح بس الباب مفتوح باستمرار ماشي النوع كريم بس دي كده مش هتكون بلاغة ماشي لكن لما يكون فيه معنى ملازم وأنا مش عايز المعنى اللي أنا قلته عايز المعنى الملازم دي البلاغة اللي فيها خيال اللي هي فيها الكناية ماشي طيب فتنقسم معي الكناية إلى أول نوع كناية عن صفة إيه بقى الكناية عن صفة واللي هي التي يكنة يكنة يعني يخفى لأن الكناية جاية من فعل كن الشي أي أخفاء الكناية جاية من كن الشي أي إيه أخفاء طب يا الكناية فها إخفاء آه الكناية فها إخفاء للمعنى اللازم فها إخفاء للمعنى اللازم فالمعنى إيه المعنى اللازم فأنا هنا أخفيت معنى إيه أخفيت معنى صفة القرم فكان فيه إخفاء لصفة القرم هو ده المعنى الملازم للجملة التي أطلقناها محمد بيتون مفتوح للنسل ففا يكن بالتركيب فيها عن صفة يعني بكني عن صفة خلاص يبفاء إخفاء للصفة من الصفات وفي جناية عن صفة نذكر إيه؟ بنذكر الموصوف بنذكر الإيه؟ الموصوف ونخفي الصفة ونخفي الإيه؟ ونخفي الصفة فأنا لما قلت محمد بيتون مفتوح ذكرت محمد ده موصوف اتذكر وأخفيت صفة الإيه؟ صفة القرم داخل هذا الكلام فهو معنى ملازم لهذا الكلام فلما قلت مثلا إحمر وجه الفتاة عند لقاء خطيبها فدي كناية عن صفة الإيه؟ كناية عن صفة الحياء كناية عن صفة الإيه؟ الحياء ماشي؟ فكده كناية عن صفة فأنا ذكرت الموصوف الفتاة وكنيت إيه؟ وكنيت صفة الحياء داخل هذا الكلام فأحمر وجه الفتاة كناية عن صفة الحياء طيب السموءل السموءل وده شعر إيه؟ شاعر من العصر الجهلي قالوا وَمَا أُخْمِدَتْ نَارٌ لَنَا دُونَ طَارِقٍ وَلَا ذَمَّنَا فِي النَّازِلِينَ نَزِيْهُ لطهي الطعام لهذا الضيف طيب وَلَا زَمَّنَا فِي النَّازِلِينَ النَّازِلِينَ اللَّهُمَّ مِينَ؟ الضيوف نَزِيلٌ مَا فِيشْ وَاحَدْ دِفْ جِزَمْ مِنَا خَالِصَ إذن دي كناية عن صفة الكرم ما أخمدت نار لنا دون طارق يعني النار دائما مقدل طهي الطعام لهؤلاء الطارقين الضيوف إذن كناية عن صفة القرم سواء ضيف أو عبر سبيل أي حد بيطرق باب قبلتنا إحنا دائما بنقضل النار لطهي الطعام فدي كناية عن صفة القرم يبا المعنى الملازم هنا هو المعنى المخفي صفة القرم طيب فين الموصوف لما قال لنا يقصد قابلته آه هنا واء الموصوف قابلته طيب والصفة المخفية صفة القرم فدي كناية عن صفة الايه كناية عن صفة القرم لما جاء بجاير ابن سهير ابن سلمة قال ايه قال امست سعاده امست سعاده لما جاء اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ القصيدة بالغزل قعادة العرب فقال امست سعاده بأرض لا يبلغها إلا العطاق الناجبات المراسيل اللي دي كناية عن صفة بعض الأرض التي تسكنها سعاد ليه؟ لأنه بقول لك سعاد دلوقتي أعدى في أرض محدش يعرف يوصل الله المراسيل الرسائل يعني إلا العطاق أي النياق اللي هي الناقة ماشي؟ العطاق جمع عطيق وهي الناقة إلا العطاق الناجبات أي الكريمات يبقى ناقة كريمة ناقة قوية تقدر تقطع هذه المسافة وتوصل لسعاد هذه الرسائل إذن بأرض لا يبلغها إلا العطاق إذن كناية عن صفة بعد الأرض التي تسكنها سعاد ففي الكنية عن صفة يذكر الموصوف ويخفي الصفة يذكر الموصوف ويخفي الصفة أو يكني يعني يخفي الصفة طيب النوع الثاني من الكناية كناية عن موصوف يبقى في الكناية عن صفة قلنا في الكناية عن صفة بيعمل إيه؟ بيذكر الموصوف ويخفي الصفة دي كناية عن صفة أما الكناية عن الموصوف العكس بقى هيذكر الصفة ويخفي الموصوف كناية عن موصوف هيذكر الصفة أنه يكني الموصوف إذن الموصوف مخفي فهنا بقى في الكناية عن موصوف عكس هناك عكس الصفة هيذكر لك الصفة هنا في كناية عن موصوف ويخفي إيه؟ ويخفي الموصوف هو المعنى الملازم بقى الموصوف عكس في الكناية عن صفة كنا بنقول إيه؟ بيذكر الموصوف ويخفي الصفة طيب لما قول إيه؟ وبنات الأهرام في سالف الدهري كفون الكلام عند التحدي ده مين؟ حفظ إبراهيم في قصيدة مصر تتحدث عن نفسها فكانها عن موصوف التي يكني بالتركيف فيها عن ذات الموصوف فبنط الأرام كانها عن موصوف وهم من القدماء المصريين أقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر دي كانها عن ذات ألواح ودسر دي صفة صفة مين صفة السفينة كانها عن موصوف وهي السفينة لأنها مصنوعة من ذات ألواح ودسر في صفتان للسفينة في صفتان للسفينة لما يجي أحمد شوق لما قال يابنة اليم ما أبوك بخيل برضو كناية عن موصوف اللي هي السفينة يابنة اليم ما أبوك بخيل ما له مولع بحبس ومنع هذه كده يابنة اليم برضو كناية عن موصوف وهو السفينة يابنة ذكر الصفة ذكر الصفة وأخفى الموصوف وأخفى الموصوف ده في كناية عن الموصوف ماشي طيب نيجي بقى للكناية عن إيه؟ كناية عن نسبة وهو النوع الثالث كناية عن إيه؟ كناية عن نسبة طب قولت أقول العرب بنت الشفة كناية عن موصوف وهي الكلمة ليه؟ الكلمة طلعة من الشفة ليه الشفايف يعني فبنت الشفة زي ما قلنا يابنة اليم اللي هي بنت البحر السفينة فكذلك بنت الشفة الكلمة وبنت البحر كناية عن السفينة ابنة يوشع لو هيوشع ابن نون اللي هو غلام سيدنا موسى في سورة الكهف كناية عن موصوف الشمس ليه؟ لأن الله عز وجل أمسك لسيدنا يوشع ابن نون ده نبي من أنبياء بني إسرائيل الشمس حتى فتح بيت المقدس فابنة يوشع اللي هي لإيه؟ الشمس ابن الغمان من اللي بيجي من السحب؟ آه كناية عن موصوف المطر ابنة العنقود كناية عن موصوف الخمر إن الخمر بتتعمل من العنب اللي هي العنقود طيب موطن الرعب والحقد والأطغان والكتمان كناية عن القلب كناية عن إيه؟ القلب بس ده كناية عن إيه؟ عن موصوف وهو القلب أيضا ففي الكناية عن موصوف دي كلمات ناخدها عن الكناية غريبة ناخدها عن الكناية عن موصوف ايه كلمات الغريبة تانية عادة يا أستاذ؟ بنت الشفة بنت الشفة اللي هي الشفايف اللي كناية عن موصوف الكلمة بنت البحر كناية عن موصوف السفينة ابنة يوشع غلام سيدنا موسى في رحلة مع الخضر اللي مذكورة في صورة الكهف الشمس لأن ربنا عز جل أمسك يوشع ابنون لما أصبح نبي من أنبياء بني إسرائيل أمسك له الشمس حتى فتح بيت المقدس ابنة الغمام اللي في الغمام السحب السحب المطر ابنة العنقود كناية عن موصوف الخمر موطن الرعب والحق كناية عن موصوف القلب ثالث حاجة الكناية عن إيه؟ الكناية عن نسبة والتي يصرح فيها بالصفة والموصوف ولكن لا تنسب مباشرة إلى الموصوف يبقى في الكناية عن نسبة هيذكر لك الصفة والموصوف في الكناية عن نسبة هيذكر إيه؟ هيذكر الصفة والموصوف هيذكر الصفة والموصوف في الكناية عن نسبة يا أستاذ هيذكر سيادتك في الكناية عن نسبة يعني ينسب الصفة الصفة للموصوف بيذكر الصفة سيادتك الصفة مذكورة وبرطو بيذكر بيذكر الموصوف لكن لا ينسبها للموصوف اللي هو المذكور معاك مباشرة ما يوصفاش للموصوف مباشرة يذكرها شيء من أجزاؤه لشئ في رجبه وهكذا ماشي؟ طيب إيبا كناية عن نسبة أي نسبة الصفة إلى الموصوف ولكنه لا ينسبها إليه مباشرة تعال كده نشوف بعض الأمثلة في الكناية عن نسبة لما قالك كده فتنسب إلى شيء متصل به إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء ثوبك الذي المجد فيه الضمير فيه ده بيعود على الثوب إذن المجد موجود فين؟ موجود في الثوب فالضمير ده بيعود على الثوب المجد فيه أي المجد في الثوب إذن كناية عن نسبة صفة المجد إلى ثوبه فالمجد لم ينسبه إلى الممزوح مباشرة بل إلى ما له اتصال به وهو ثوبك ويسمى هذا التعبير كناية عن نسبة فكناية عن نسبة صفة المجد إلى الموصوف ولكنه نسبها إلى شيء متعلط به وهو الثوب طيب يبقى بيذكر الصفة والموصوف فين الصفة يا أستاذ المجد؟ فين الموصوف؟ كف الخطاب هو هبقى؟ وهو بيتخضoir اللي هو بيمدحه ثوبك طيب، فما جازه مثال ثاني جود جود يعني قرم وَلَا حَلَّ دُونَهُ وَلَكِنْ يَسِيرُ لَجُودُ marketing ماشي؟ فما جازه ده الإنسان الممدوح اللي بيمدحه الشاعر ضمير الهاتف يعود على هذا الممدوح ولكن يسير الجود حيث يسير هو حيث يسير هو اللي ومين اللي هو الممدوح طب هنا كناية عن نسبة صفة الجود فهو ذكر هنا الصفة اللي هي الجود اللي هي القرم وذكر الممدوح آم الضمير يسيره حيث يسيره الفعل الضمير مستدره هو يعود على الشخص الممدوح فذكر معنا الاثنين أنه ضمير مستدر عادي بمزكور معنا ونسب الجود الكرم إلى ركابه فلم ينسبها إلى المبنوح مباشرة ولكن نسبها بطريق غير مباشر أنه يسير حيث يسير هذا الإنسان أي الكرم يسير حيث يسير هذا الإنسان فكناية عن نسبة الكرم إلى مكان سير هذا الإنسان فإنسان ده كده موصوف بالكرم صفة عالية جدا جدا ومنها لما تقول المجد في ثوبه يبه هو إنسان عالي جدا جدا في المجد ده مجرد ده كان ثوبه نفسه موصوف بالمجد يبه هو موصوف بالمجد إزاي إذا كان مكان سيره أصلاً بيمشي فيه المجد إذن هو بيمشي فيه الكرم مكان سيره ومشيه بيمشي فيه الجود اللي هو الكرم يبقى هو إنسان كريم جداً 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 نذكر فائدة في الكناية عن نسبة بولي كل كناية عن نسبة استعارة مكنية وليس العكس كل كناية عن نسبة حفظ القعدة دي بقى كل كناية عن نسبة كل كناية استعارة مكنية أي كناية عن نسبة هتجد فيها استعارة مكنية وليس العكس يعني مش أي استعارة مكنية فيها كناية عن نسبة وليس العكس يعني إيه لما سيادتك قلت كده إن في ثوبك الذي المجد فيه المجد في الثوب دي كناية عن نسبة صفة المجد إلى ثوبه فكده وصفت نسبت ايه نسبت صفة المجد للموصوف الممدوح بس ما نسبت وشنه مباشرة خلاص دي عارفناك اناها عن نسبة فهي استعارة مكنية اه المجد ده شئ معنوي صح شئ ايه معنوي لو علو المنزلة لما قول المجد في السوب يبا دي فهي استعارة مكنية استعارة ايه مكنية ليه هو المجد هيتعلق بالسوب ده المجد شئ معنوي اذا شبه ايه شبه المجد بشيء مادي يتعلق بالايه يتعلق بالثوب شبه المجد بشيء مادي يتعلق بالايه بالثوب وكذلك في قوله ولكن يسير الجود حيث يسير هو الجد بيسير يا استاذ لا برضو استعارة مكنية بس نكتب بقى سين ميم كده للاختصار سين يعني استعارة اختصار استعارة ميم اختصار مكنية يعني هتقول لي شبه الجود شبه الجود بايه بقى بشخص يسير مش دي استعارة ولا مش استعارة فاي كناية عن نسبة فيها استعارة مكنية وليس العكس وليس الايه وليس العكس طيب تعالي بنا نروح لسر جمال الكناية بيه سهلة جدا ونختم ايه ونختم بيها فدرس الكناية من اسهل دروس البلاغة قال لي ايه سر جمال الكناية الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في اجاز وتكسين الاتيان بالايه الاتيان بالمعنى المعنى ايه المعنى المخفي المعنى اللازم يعني في الكناية عن صفة المعنى اللازم الصفة اللي انا اخفيته اللي هو المعنى ايه المخفي انا اخفت دلوقتي الصفة او في الكناية عن الموصوف اخفت الموصوف طيب فانا جبته مصحوبا بالدليل عليه جبت دليل عليه في اجاز وتكسين فدلوقتي مثلا لما قلت حمراء وجه الفتاة يبقى قلت ده المعنى المخفي كان صفة الحياة طب إيه الدليل عليه؟ إن حمرار وجه الفتاة دليل على الحياة محمد بيته مفتوح آه فتح البيت للناس دايما دليل على صفة الكرم في إجازة اختصار وتكسيم يبصر جمال الكناية الإتيان بالمعنى اللي هو المعنى المخفي اللازم ماشي مصحوبا بالدليل عليه الكلام في دليل عليه في إجازة وتكسيم كده انتهينا من شرح درس الكناية وإن شاء الله انتظرونا في شرح باقي البلاغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته